توقعات ميشيل حيك 20-23 لدولة الصين بتسجل الصين أهداف فضائية الغزو الصيني بيزعزع أمن الفضاء مش كل محاولات الصين الفضائية راح تسلم واحدة منهم فيها انتكاسة طريق الحرير ما يبقى زياح على تخريطة فجأة بيتعكر جو شانجهاي وأجواءها كمان ودينا شايفين المرار كله جاي من شانجهاي ليومين دول واللي بيحصل في المستشفيات هناك وفي إقفالات والدنيا هناك عيمة وبالفعل توقعات ميشيل حيك بتتحقق في هذا التوقع خطوة صينية واسعة وصائبة باتجاه تايوان بتكسر الخطوط الحمرة والإرادة الأمريكية ناس كتير أهمهم رؤساء الدول راح تجمعهم المصيبة علشان يردوا للرئيس الصيني الصاع صعيد طبعا كلامنا عن الصين مش هيخلص لأن الصين مش بس مش الحيكة اللي توقع لها الدنيا كلها توقعت للصين ولكن هي اللي منها كل المصائب والله أعلم ممكن في الأيام اللي جاية دي والعياذ بالله نشوف حروب أمريكا والصين تايوان والصين والكلام ده في حاجات بتحصل مش مظبوطة ربنا يشتر علينا وعليكم وطبعا ده غير أنتوا عارفين طبعا الوباء والبلاء اللي جاي منها وتكلمنا عنه واليومين دول الدنيا مش مظبوطة 100% هناك وربنا يشترها علينا وعليكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات كان معكم أخوكم مازل مصري من قناة مساء الأخبار أسبكم على خير واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته